مرحبا وأهلا وسهلا بالاصحاب اليوم أحكي لكم عن موضوع غريب شوي اللي هو موضوع الخروج من الجسد غريب على أغلب الناس ولكن فيه ناس داخلين في هذه العلوم الروحانية وعندهم فكرة عنه خلينا اليوم نحكيه بطريقة علمية قدر الإمكان حتى نشوف كيف ممكن نوصل هذا المفهوم لكل الناس بطريقة سليمة لحضرات من الأزل تعرفوا كان يقدسوا شيء اسم العين الثالثة اللي هي في هذه المنطقة وهي حقيقة ليست إلا الغد الصنوبرية اللي موجودة في الدماغ في الداخل وتقديس هذه الغدة إلو سبب واحد هو إفرازها لهرمون اسمه دامثل تريبتمين اللي هو يبدو أنه إلو دور مباشر في وصلنا في العالم الروحاني أو حتى يوسع البرسبشن أو الرؤية اللي بتتعدى هذا الكيان الجسدي دامثل تريبتمين أو الدي ام تي تم استخدامه برضو من الأزل كمشروب مقدس بتم عمله من جذور وأوراق أشجار معينة بفرق طبعاً 100% عن أي شيء مخدر بس برضو لا يجهز عمله في أغلب الدول من ناحية قانونية بيعتبروه كأنه هو واحد من المخدرات ولكن هو ليس إلا الهرمون اللي بتفرز الغد الصنوبرية لما الواحد يكون في حال التأمل عميقة جداً وعموماً ما حدا بلزب أن يعمل هذا المشروب لأنه بسهولة تامة بإمكانه كل إنسان أن يعملها من خلال التأمل واللي هي طريقة الخروج من الجسد اللي رح أحكي لكم إياها اليوم موضوع الخروج من الجسد أو الرؤية الروحانية اللي بتتعدى هذا الكيان المادي هي ليست إلا الدخول في حال التأمل عميقة ومن خلالها بنجبر هاي الغد إنها تفرز هذا الهرمون ومن خلال هذا الموضوع بتنفتح الرؤية الروحانية أو مثل ما بقوله بيصير في خروج من الجسد أو تحرر من الكيان المادي وهذا شيء أي إنسان بإمكانه يعمله من خلال الممارسة السليمة والحلو في الموضوع مثل ما حكينا في الفيديو الماضي إنه لو الواحد عمل تجربة واحدة فقط للخروج من الجسد هاي التجربة ببساطة بتفرجين أنه الوجود أزلية وليس هناك شيء اسمه موت هي ببساطة روح أزلية وجدت في هذا الجسد مؤقتاً وخارجه منه في أي لحظة بس مستمره وما رح يتغير علينا ولا أي شيء بناء على المستوى الواعي اللي موجود عندنا في شيء بيصير مع الجميع على فكرة اللي هو بسموه الجاثوم أو السليب باراليسس عادةً بيصير وقت الفجر تقريباً ليش؟ لأنه وقت الفجر تكون الطاقة جداً جداً قوية في هدوء تام وبكون وقت مناسب لهذه الغدة إنها تفرز هذا الهرمون فش اللي بيصير معنا؟ أحياناً بعض الأشخاص بيصحوا حوالين ساعة ثلاثة الفجر تقريباً بيفتحوا عينيهم بيكونوا لسه خلينوا في حالة استرخاء تامة بيضلوا في السرير فجأة ما بلاقوا غير جسمهم وكأنه انشل بطل في قدرة على تحريك هذا الجسم طبعاً بيخافوا كتير وكل الناس بقولوا ركبنا جن أو صار معنا شيء مثل هيك بيفسروها بهذه الطريقة بيخافوا كتير وصيروا يقرأوا قرآن إلى أن يعودوا وتعود السيطرة على الجسم ويترجع الأمور على طبيعتها الناس بتخاف من هذا الموضوع ولكن هو حقيقة ليس إلا أنه بسبب حارة الاسترخاء الموجودة أفرزت الغدة الصنوبرية ده مثل تريبتمين وبالتالي دخل الشخص في حالة اللي هي وسطية ما بين الوجود في الجسد والخروج من الجسد خلال هاي المرحلة الانتقالية بحس الإنسان وكأنه صار في شلل للجسم طبعاً لأنه أنا في مرحلة انتقالية للخروج من الجسد وعادةً بيكون في صوت بسمعه بالإذن صوت تردد بيكون عالي وقوي بيكون خلال عملية الفصل خلال المرحلة الوسطية هاي مجرد طبعاً للي بيعرفوا مجرد ما تتم عملية الفصل من الجسم تختفي هاي الرنو ويصير الواحد في حالة سلام مو طبيعية المهم هذا هو الإشي اللي بيخافوا من الناس بسموه السليب براليسيس أو الجاثوم بالعربي هو ليس إلا مرحلة وسطية لأنه خلال الاسترخاء لما أكون في ساعة الفجر جداً هدوء ومسترخي كتير بتفرز الغد هذا الهرمون بدخل في المرحلة الوسطية إذا استرخيت بزيادة بقدر أترك الجسم إذا خفت برجع الجسم مرة تانية هل هذا اللي حكيت عنه أنه فيه ناس بياخدوا المشروب المقدس اسمه الأيوازكا اللي هي بياخدوا هاي المادة DMT من خلال مشروب فلما يشربوا هاي المشروب ببساطة أخدوا هاي المادة من مصدر خارجي فبيعمل عملية تحفيز للخروج من الجسد أو الرؤية الروحانية بدون ما يكون في عملية أو تأمل بس طبعاً أنا ما بنصحية حدا ياخد هاي المشروب على الأقل قبل ما يكون في عنده تجارب تأمل نجح فيها لوحده لأنه لا يجوز أي إنسان من يدخل في هذه الأمور بدون ما يكون جاهز من ناحية واعية لهذا الشي في أبحاث كتير حلوة على هذه المادة يمكن أهمها اللي هو DMT The Spirit Molecular وهذا البحث اللي تم على فكرة كلينيكياً على ال DMT قبل ما يقوموا بمنعها قانونياً من مصادر خارجية طبعاً كل واحد بيقدر نعملها بالتأمل سوما في محدوديات الحمد لله كل إنسان ممكن يعملها لوحده والمفروض أصلاً أن يعملها لوحده بدون ما يلجأ لأي مصدر خارجي تمام سوى جاهزين هلا حتى نتعلم الطريقة اللي من خلالها ممكن نعمل Induce أو أنه نحفز هذا الجاثوم أو Sleep Paralysis ومن خلالها نعمل شوية تجارب في موضوع الخروج من الجسد الطريقة جداً بسيطة ومش مرتبطة على فكرة بوقت يمكن من أفضل التجارب اللي صارت معاي كانت وقت في عز الظهر وحتى كان في ضوء يعني بس أنا مغمض عيني وموجود في نور عادي سواء في الداخل أو في الخارج فهي غير مرتبطة في وقت معين وعلى فكرة كمان مش مرتبطة حتى في طريق الدلوس معين ممكن أعملها وأنا مستلقي ممكن أعملها وأنا جالس بوضعية Meditation Lotus Position اللي معمله ببساطة إني بجلس في وضعية مريحة وبعدين ببلش أعمل عملية استرخاء بغمض عني طبعاً وابلش أرخي جسمي من الأسفل إلى الأعلى ببلش من خليل أصابع رجلين بطلع شوي 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 لفوق وصولاً إلى الوجه والرأس وبعدين بمرها على الجسم كلياته إلى أن أرتخي تماماً بعدما أرتخي تماماً وأنا مغمض عني طبعاً كل وجودي كل كياني بحطه في هذه النقطة في نقطة العين الثالثة سو برخي جسمي هي ببساطة حتى أكون مسترخي قبل ما أبلش بالتمرين بعدين بس يرتخي جسمي بشكل كامل بحط كل كياني كل وجودي في هذه النقطة في منطقة العين الثالثة سو أنا وكأنه جسمي كله مش موجود صورت كل لياتني موجود في هذه النقطة بس كل وجودي في هذه النقطة سو شو الهدف من هاي الفكرة الهدف منه أني لما أحفز وعي وأحطه كله في هاي المنطقة اللي عم بعمله ببساطة إني عم بحفز الغودة الصونوبرية ومثل ما حكينا الباينيلا جلاند هي اللي بتفرز الدي ام تي اللي هو الهرمون المسؤول عن هاي الرؤية الروحية أو الخروج من الجسد ولهذا السبب كل الحضرات القديمة كان يقدسوا هاي العين الثالثة ما إلها علاقة بالعين بشكل جسدي هي ببساطة عبارة عن تحفيز هذا الهرمون من خلال هاي الممارسة حتى أفتح الرؤية الروحانية اللي هي أبعد من هذا الكيان سو اللي بيصير معانا يا أصدقائي ببساطة إنه الواحد لما يرخي جسمه بشكل كامل وبعدين يحط كل وجوده في هاي النقطة ولما تحطوا نفسكم في هاي النقطة بتتفرجوا على فراغ أمامكم ولا أي شي فقط في فراغ قدامي وأنا بس بنظر لهذا الفراغ وفعليا اللي بعمله بس عم بحفز هاي الغدة إنها تفرز هذا الهرمون بمجرد ما يتم إفراز هاي الهرمون اللي بيصير نفس اللي بيصير معانا بالجاثوم مرة واحدة بيشوفه زي الرش هيك صارت بالجسم كلياته والجسم وكأنه بيصير في حالة شلل ما إلي سيطر على هذا الجسد بيطلع صوت جدا قوي في الأذن وعادة هذا الشي اللي بيخوفه في الناس وبسبب خوفهم برد وبيرجعوا للجسد مرة تانية وما بيكملوا الرحلة بس الشخص اللي بيوصل لهاي المرحلة وبيسترخي بزيادة وبيسمح للأمور إنها تمشي ببساطة بيصير في عملية انفصال عن الجسد وكأنه الواحد مرة واحدة هيك بخرج من منطقة كثافتها جدا عالية إلى شعور بالاسترخاء خرافي جدا الصوت اللي بالأذن بيختفي مباشرة بيصير الواحد فعليا يعني بالوعي تاعه مفصول عن هذا الجسد وهون بناء على مستوى الوعي بناء على الفكر بيقرر متى ما هو بده إنه يرجع لهذا الجسد بمجرد التفكير بالعودة للجسد فيه كتاب كتير رائع اسمه Adventures Beyond the Body له وليام بولمون وهذا الكتاب فارجيكم قسطه بالتفصيل لما بدأ بعمل التجارب وإيش كان يشوف لما طلعيا المهم مسلي كتير للقراءة هلا الأشخاص الروحانيين بحذروا دايما إنه اللي عم بيبلش يجرب هاي التجارب ما يبعد كتير عن جسده في البداية أنا صراحة معمرها واجهتني هاي المشكلة لإنه كنت أمشي بالتدريج شوي شوي بس في عند النقطتين بهذا الخصوص النقطة الأولى ما حدا يحفز هذا الموضوع مثل ما حكينا من مصادر خارجية على الأقل بدون ما يكون عملها تدريجيا لوحده أو حصل على نتائج لوحده لأنه بالطريقة هاي ببساطة بيكون وعي ونضج تدريجيا بالطريقة المناسبة والصحيحة بدون ما يكون فيه أي تدخل خارجي وهذا هو المنطق طبعا النقطة الثانية والأخيرة إنه نعم هناك كائنات هناك أشياء خارج هذا الجسد في ناس أكيد طبعا رح يخافوا من هاي الأمور بس هذه نفس الأمور اللي رح نواجهها بعد عملية الموت فأحسن كوني مستعدين لإلها من هاي اللحظة والإجابة لهذا الموضوع بسيطة جدا في كلمتين الله أكبر شو ما كان موجود خارج هذا الجسد الله أكبر ما فيه أي شيء ممكن يمس الإنسان اللي بيكون إيمانه قوي فالإنسان اللي بيكون إيمانه قوي لا يخاف من أي شيء ونضوجه وارتقاءه في الوعي لن يكون إلا نور من نور وإلى نور وهذه هي بنسبة لليوم وبنسبة للخروج من الجسد الله يحمي الكل ونشوفكم إن شاء الله المرة الجاية شكرا للمشاهدة